أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قواته تنفذ العمليات العسكرية في أوكرانيا بشكل فعال لافتا إلى دعوة الدول الصديقة لإجراء تدريبات عسكرية مع القوات الروسية وخلال مشاركته في أعمال منتدى الجيش العسكري 2022 بموسكو بمشاركة 70 دولة أكد بوتين أن تطوير تعاون مع الشركاء العسكريين لبلاده سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار في العالم أجمع طالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وعدة دول أخرى روسيا بالانسحاب الفوري من محطة زباروجيا للطاقة النووية وعودة المحطة تحت السيادة الأوكرانية وعتبر البيان تمركز أفراد عسكريين روس وأسلحة روسية في المنشأة النووية أمر غير مقبول ذكر البيان المشترك أن الأمر سيمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا من إجراء التحقيق حول الأضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف المتبادل بين موسكو وكيف وستتبادل الاتهامات بالتصعيد منذ أكثر من أسبوع بين روسيا من ناحية وأوكرانيا من ناحية أخرى حول قصف محطة زباروجيا تزداد المخاوف من وقوع كارثة نووية جديدة على بعد 500 كم فقط من موقع كارثة تشيرنوبل التي تعد أسوأ أحادث نووي شهده العالم عام 1986 استمرار القصف على المحطة النووية والمنطقة المحيطة أدى إلى إلحاق أضرار بوحدة الضخط تابعة للمحطة وأدى أيضا إلى تدمير جزئي لإدارة الإطفاء المسؤولة عن أمن المحطة بحسب بيان القوات الأوكرانية في المقابل اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات التي تستهدف محيط المحطة النووية مما ينذر بكارثة نووية قد يصل مداها إلى أوروبا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدوره دعا روسيا وأوكرانيا إلى وقف الكتال بكافة أشكال قرب المحطة بعد تجدد القصف لتجنب العالم خطر كارثة نووية الوضع المقلق في محيط محطة زابوروجيا أثار قلق المجتمع الدولي حول وقوع كارثة نووية الأمر الذي استدعى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل وإقامة منطقة منزوعة السلاح حول زابوروجيا وانسحاب القوات الروسية من المنطقة لضمان أمن وسلامة المحطة وتجنب أوروبا بل والعالم بأسره من حدوث كارثة نووية من جهته اقترح عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيا المعين من قبل موسكو راديميرو جوف إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية وضف راديم في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك أنه لا ينبغي لقيادة الأمم المتحدة ورئيس ديبلوماسية الاتحاد الأوروبية أن يطالب بنزع السلاح مقترحا الحديث عن اتفاق الوقف إطلاق النار أو تنفيذ هدنة في المنطقة المحيطة بالمحطة النووية معتبرا أن نزع السلاح في هذه المنطقة من شأن أن يوقد الأوكرانيين الذين يبتزون العالم بقصفهم المحطة النووية وتهديد الجميع بكارثة نووية وتنفيه سلطات كييف استهداف المحطة وتتهم الجيش الروسي الذي يسيطر على المحطة بقصفها نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعمل أنظمة إسكندر الصاروخية الروسية تظهر تنفيذ ضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية العسكرية تعد أنظمة إسكندر الصاروخية التكتيكية الروسية المزودة بالصواريخ المجنحة قادرة على إصابة الهدف على بعد مئات الكيلومترات وتبلغ أعلى نقطة في مصاري خمسين كيلومترا ويتراوح الوقت اللازم لإطلاق الصواريخ من منظومة إسكندر ما بين أربعة إلى ست عشرة دقيقة لنما يتراوح الفصل الزمني بين عمليات الإطلاق والذي لا يتجاوز دقيقة واحدة ترجمة نانسي قنقر أعلنت خدمة الشحن بميناء أوديسا الأوكراني دخول سفينتين للميناء لتحميل المنتجات الزراعية وسيتم تحميلها بسبعة ألاف طن من زيت عباد الشمس والذرع يشار إلى أنه منذ بداية أغسطس الجاري تم تصدير حوالي ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف طن من الحبوب والمواد الغدائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني قالت وزارة الزراع الأوكرانية إن صادرات الحبوب الأوكرانية ترجعت بنسبة 46% على أساس سنوية لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023 هذا وترجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود والتي تعد طريقا رئيسيا للتصدير ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط وفي نهاية يوليو الماضي تم فتح ثلاثة مواني على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكيف بوساطة من الأمم المتحدة أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كريلا سيتروميسيروب أكد أن تصريحة أوكرانيا حول هجمات مضادة على المنطقة هي وعود فارغة كالوعود التي صدرت خلال السنوات الماضية لاستعادة دومباس وشبه جزيرة القرم وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مرارا عن هجمات مضادة على خيرسون التي تغضع الآن لسيطرة القوات الروسية في حين أن السلطات المحلية تعلن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسي أكد رئيس مجلس الدوم الروسي أن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ خمسة مليارات دولار مضيفا أن كيف تفقد استقلالها المالية أضاف المسؤول الروسي أن أوكرانيا باتت مفلسة وتم تشكيل الضرائب التي تشكل المحصلة بـ 40% فقط من ميزانية الدولة ويذهب أكثر من 60% للإنفاق العسكري كما أكد رئيس مجلس الدومة أن أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها دون مساعدة مالية من الولايات المتحدة وأوروبا قالت الحكومة في نيوزيلاندا ناسا ترسل 120 عسكريا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية وقالت الحكومة في بيان لها أن تدريب حوالي 800 جندي أوكراني سيجري حصريا في واحد من أربعة مواقع في بريطانيا مشيرة إلى أن العسكريين نيوزيلانديين لن يسافروا إلى أوكرانيا وتسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاب تزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية القتالية وقانون العمليات وغيرها من المهارات أظهرت بيانات شركة تشغيل الغاز الروسي استقرار تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر بعض خطوط الأنابيب الرئيسية كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أكدت الأسبوع الماضي أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للارتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد هبطت بحوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر